السائل يقول البرعي الآن ميت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسم موتاكم طيب أولا حديث اذكروا محاسم موتاكم هذا حديث معضل أي ضعيف معضل يعني سقطوا منه نفرين فحديث ضعيف عند العلماء المحققين أما إذا كان هو ليهوى الناس وإنه بالطريقة دي ما ابتجي وما ممكن تسمنوا نفسكم الضعيف لحديث بالطريقة دي ممكن الناس تصحيه لكن من ناحية كلام العلماء الحديث ضعيف وليس بصحيه طيب الإنسان الميت هل يجوز الكلام فيه الإنسان الميت هذا هو السؤال الجواب لا يجوز الكلام في الإنسان الميت إلا إذا كان إنسان يضل الناس طيب الكلام ده أنا جبته هسي عشان أتخارج يعني من السؤال ده ولا كيف العلماء كتبوا مؤلفات ككتاب رياض الصالحين كتاب مشهور معروف للإمام النووي وأيضا له كتاب آخر يسمى الأذكار وأيضا كتاب في شرحه شرح النووي على صحيح مسلم وكذلك شرح ابن حجر على صحيح مسلم قالوا الغيب حرام ما بالجوز لكن تجوز الغيب بل تجب ولو كان الإنسان ميت إذا كان الإنسان يضلل الناس الليلة لو أنا مثلا سمعت هنا أو وقعت في معصية من المعاصي ما بكفر بي الله صاحبكم في مصيبة وربنا قد يعذبني وكذا لكن ما بكفر بالله لما ألاقي الله وأنا عقيدتي كويسة إمكان ربنا يغفر لي وممكن يعذبني لكن برضو ما بقعد في جهنم خالدا بمرق إلى الجنة متى ما شاء الله لكن زول البلاقي الله وعنده عقيدة شركية ده تاني ما بمرق من النار تماما طيب الآن أنا عندي مثلا مرض كيلة ولا غيره ما شاءت لي أكبر أخصائي أنا عندي كيلة أخصائي بتاعجي راح تنموخ وأعصاب وما شاءت قلت لي زولة أنا خاشي للزولدة لأنه عندي كيلة الزولدة قال لي أسمع الزولدة أنت لو عندك مشكلة في رأسك ده ولا حاجة أمشي ليو لكن الزولدة ما عنده علاقة بالكيلة هل بنقول الزولدة يغتابه؟ ها؟ بنقول يغتابه؟ طيب هل الأولى الدنيا ولا الأولى الدين؟ الزولدة أريد يزوج وزول بيش ربانكو مقرش تمام قروش وملان وعربات وإي حاجة لكن بتاعبانكو أو زول ما بيصلي وجاء دائر يزوج من ناس والناس سألوا عنه هل؟ يقول له أسمع عنيزنك دارين نشوف حالك شنو ولا يمشي يزال منه وين كان هما راضي؟ الجواب يمشي يزال منه دا إذا كان أمر الدنيا فكيف بأمر الدين؟ لأن كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيحين وده يستدلبي والعلماء استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا نولي أنا دار ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا من المنافقين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذنوا له بئس أخو العشيرة طيب بئس دم أدوات الذم ولا المتح الذم واستأذنوا يعني زل السماء خشة الزل ما كان سامع الكلام فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فلما خرج قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن هذا قلت له ما قلت يعني قلت له بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أو قال اتقاء فحشي فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيغتاب الناس أم لا بينصح الناس إذا زل قال الرسول بيغتاب الناس ده كفر بأله حديث ثاني حديث فاطمة بن تقيس أن معاوية وأب الجهن ديالي اتنين من الصحابة خطبوها فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأمره يعني تشاوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك مش بلغتنا نحن صعلوك معناه فقير يعني وأما أب الجهن فكان لا يضع العصى عن عاتقه العلماء بعضهم قال كان بيضرب النساء وبعضهم قال كان كثير الأسفار قال ولكن أنكحي أسامة ولا كان معاوية قاعد ولا كان أب الجهن قاعد فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتاب هؤلاء الصحابة ولا كان بينصح كان بينصح طيب الأولى الأمور دي ولا أولى أمر الدين الأولى أمر الدين ولذلك الإنسان وإن مات وإن مات لكن إذا نشر باطل بين الناس ده طوال الناس يتكلموا فيه هنا أيضا حديث حديث أنس رضي الله عنه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين الجنازة دي حيوة لا ميت ميت مش قال فأثنى الناس على الأولى خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت ثم أثنى الناس على الثانية شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر يا رسول الله ما وجبت أنت قلت في دي وجبت ودي وجبت وجبت دي شنو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت له شنو النار طيب ناس يقول لك يا خطة أنت ما لكم القلوب الناس الكتاب ده قلوب الناس الكتاب ده قلوب الناس ده عمل ظل نشر بين الناس وفي وعنده رقم إيداع وكده وقال يا ناس الكلام اللي هنا تجوه الكتاب ده بدخل الناس الجنة ولذلك الإنسان إذا نشر باطل بين الناس هذا يجب على الناشنو أن يتكلموا فيه ولا يعد ذلك من الغيبة